إلى ذلك تبذل وزارة الداخلية بمنتسبيها جهوداً عظيمة في سبيل حفظ الأمن والأمان في كافة أرجاء المملكة فتضحيات رجال الأمن بما يملكون هي خير برهان على مدى حبهم ووفائهم لأرض مملكة البحرين الغالية أمن وأمان هذا ما توالي وزارة الداخلية بذله في الحفاظ على ما حققت وما زالت على صعيد الاستقرار والأمن والأمان الذي يعم ربوع مملكة البحرين بفضل ما تبذله من جهود حثيثة لسيما وأن الأمن الذي تشرف عليه وزارة الداخلية لهو ركيزة أساسية من ركائز الانطلاقة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين فلا تنمية بدون أمن ولا استقرار ورخاء بدون أمن بل إنه لا حيا بدون أمن وعلى هذا الصعيد فقد حققت مملكة البحرين نجاحا كبيرا في التغلب على التحديات التي تعصف بالمنطقة دور واضح ومشهود حققته وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتأمين الاستقرار في البلاد طيلة فترة التحديات التي تشهدها المنطقة ككل فدور رجال الأمن يلمسه الجميع ويقظتهم وثباتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه هو محل فخر وقصة مجد لا بد أن تسطر منتسب وزارة الداخلية رجال الأمن بما يقومون به من تضحيات جسام لهي خير برهان على ما يحمله المواطن البحريني الوفي من ولاء وانتماء وحب لهذه الأرض الطيبة في التصدي لكل ما قد يضر مصلحة الوطن أو المواطن فجهودهم عظيمة ومشكورة من خلال ما تواليه من جهود في التصدي لأي تخطيطات إرهابية أو أعمال تخريبية ومكافحة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن ترجمة نانسي قنقر